موسيقى 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 هذا مدهش صائدو الثعابين في كوستاريكا تضم كوستاريكا أكبر مجموعات التماسيح الأمريكية في العالم وتعج الأنهار في جوار ليبيريا بها مع ثمانية تمسيح في كل كيلومتر ونصف كيلومتر أتيت بهذين الرفقين إلى كوستاريكا لأن هذا المكان يعج بالزواحف وإنه مكان رائع لهما ليتعرفا إلى الأفاعي البرية السامة الغريبة أولا سنقبض على تمسيح أمريكية دعينا لإلقاء نظر على برنامج المحافظة الذي يقضي بإنقاذ التمسيح الأمريكية في مزرعة سمك البلطي تخرج تلك التمسيح من النهر وتستخدم القنوات المؤدية إلى أحواض الأسماك حيث تأكل كل ما تجده حين تتوقف عن ضحوض وتستعد للدخول إليه ويقول لك أحدهم إن هناك تمسيح في المياه التي تستعد لدخولها فسوف يكون هذا مختلفا بالكامل علينا أن ننقلها من هذه البيئة الخطيرة وأن نعيدها إلى النهر مرحبا يا صائدي الثعابين أهلا شون شون أجل بسرني رؤيتك مرحبا كيف الحال نحن متشوقون للسماع عن هذا ومتأهبون تماما ما نفعله هنا يعزز عامل الحفاظ على التماسيح لا يقتلون التماسيح إن لم تفعل هذا فابني حين سيبلغ سني لن يتمكن من المجيء إلى كوستاريكا ورؤية هذا المخلوق الرائع وهذا مهم بالنسبة إلي مستعدون للقفز في الماء؟ نعم نستخدم هذه الشباك هل تراها؟ أجل ولكن هذا لن يردع تمساحا كلا هذا لن يردعه لن يردعه مطلقا علينا أن نتعامل مع الوضع بطريقة تحمل التمساح على الشعور بأنه وقع في الفخ وثم نمسك به بيدينا في الشباك راح أخوان يقول نحن نصطاد التماسيح بيدينا وكان ذلك أشبه بحقنة أدرينالين بالنسبة إليه كنت مستعدا للانطلاق تقنيات لالتقاط التماسيح هذا يناسبني أحب أن أتبلل أضع يدي في الماء أصطاد التمساح وأتسخ لم أسمع بصيدها كما تصطاد الأسماك لكنني مستعد هيا هيا بنا هيا بسرعة حسنا لنذهب للقبض على بعض التماسيح بلغت قامة أحد أكبر التماسيح التي قبض عليها يوما ستة أمتار وقبض على ذلك التمساح هنا في كوستاريكا لدينا تمساحان لبأس بحجمهما أحدهما كبير جدا والثاني كبير فحسب سنقوم بالقبض عليهما معا هيا نحن ننصب فخ التمساح أشعر وكأنني طعم حاليا أنت تشبه الطعم حاليا كنت أقف وأراقب أخوان يدخل إلى الماء مع التماسيح ويبدأ بضرب الماء وأقول لنفسي هذا الرجل معتوه ثم أدركت أنه يدفع بالتمساحين إلينا من المجنون الآن؟ الضربة الأولى من نصيب السمك البلطي يعرف أن سمك البلطي يحب من يمارسون الكونغفو توقعت أن ألحق الأذى بشفتي وبمقلة عيني كانت ستقضي علي كنت أتعرض لضربة على فمي تضربك في كل مرة وبقوة هائلة بوسع سمكة البلطي التي تزن كيلو جراما واحدا أن تسبب مصرعك أصعب تدبر العمال الذين سيتون إلى هنا للقيام بهذا؟ هذا صعب جدا لا أحد يرغب في المجيل يأتي بعض الأشخاص المجانين فحسب نحن نريد أن نأتيه ما هو جنوني حقا في هذا هو أنك في الماء إلى نصفك وتضربك الأسماك قد يكون تمساحا قد يكون تمساحا عكر المزاج وقد يقتلع ذراعا نعم قد يفعل هذا لكن كل المتعة موجودة هنا تماما سرعان ما طوقوا تمساحهم الأول هناك شيء يشد إن استطعت الإمساك بقائمتي الأماميتين لا تهاجمه هنا كي لا يتمكن من التأرجح بل افعل ذلك هنا يجب الانتباه حاصره بحيث مدهش كاد أن يتعرض للآذى وهذا ما نفعله نتحدث عن ذلك طوال الوقت هذا خطر من مخاطر العمل هذا ليس هجوما لو كان حصل أي مكره لما كان ذلك هجوما للتمساح هذا دفاع عن النفس إنه خائف يحاول الهرب ووضعنا أنفسنا في ذلك الموقف ولسوء الحظ لا ترى وسائل الإعلام ذلك من هذا المنظار لو تعرض أحدنا للعدل قرأتم هجوم متمساح في كوستاريكا وهذا ليس ما حصل أحسنتم انتبه توليت الأمر توليت الأمر أنا بخير كلما كنت هادئا مع الحيوان كان هو هادئا هذا في الواقع أشبه برقصة إن الرقصة مع تلك التمسيح أشبه برقصة الفالز وليس بالهب هوب عليك أن تكون ناعما وسلسا مع تلك الحيوانات يا رجل أنت تصف الوضع بأفضل شكل لم أستطع أن أصفه بهذه الطريقة عليكم أن تنهضوا يجب أن نتوخى الحذر لتعاقب آثار التماسيح التي هربت للمرة الأولى وتلك التي كررت فعلتها يحدث الشبان شقوقا غير مؤذية على فصوص التماسيح قبض على هذا الحيوان في السابق لذا رقمه يحمل علامة وهكذا يعرفون مع أي حيوان يتعاملون هذه هي المرة الرابعة التي يقبض عليه فيها وفي المرتين الماضيتين قبض عليه فيه هل هذه البركة تعينها؟ أجل أجل سيدي إذن هذه هي المرة الثالثة التي يتم إخراجه فيها من هذه البركة وفي كل مرة كان يطلق فيها سراحه عند جسر تيمبسكي وهو يقع على مسافة سبعين كيلو مترا من هنا سبعون؟ سبعون كيلو مترا سبعة وصف أمسكته حين يهجم التمساح أقفز عليه على الفور عليك أن تفعل ذلك وإلا تعرضت حياة الجميع إلى الخطر يقيسون الحيوان من الرأس وحتى المذرق ثم يأخذون المقاس الإجمالي لأن الحيوان قد يخسر جزءا من ذيله ثلاثة فاصل ستة عشر نعم نعم هذا هو قياسه ثلاثة فاصل ستة عشر ثلاثة ستة عشر ثلاثة فاصل ستة عشر أجل نجلس على تمساح قامته ثلاثة أمطار كل شيء خطير يلقي والاستثنائية لتلك الحيوانات حتى مع جلوس خمسة أو ستة رجال عليه فهو يتفوق علينا من حيث القوة إن لوح بجمجمته فهي أشبه بمطرقة هائلة قد يكون ذلك مدمرا قد ينمو التمساح الأمريكي ذكر ليصل إلى خمسة أمتار وقد يزن ثلاثمائة وستين كيلو جراما هذا هو القسم المثير للتوتر بالنسبة إلى التمساح أصبح الآن على اليابسة يجلس أشخاص عليه أرهق نفسه قد يفرز الحمضة اللبنية بغزارة لذا نحاول القيام بهذا بأسرع ما يمكن المذرق يحتوي على الأعضاء تناسلية جميعها ويبول الحيوان ويتبرز منه وهكذا نعرف جنس الحيوان المذرق هو الفتحة الوحيدة فتحة وحيدة يا عزيزي فتحة وحيدة ها هي إنه ذكر هل هو ذكر؟ أجل إنه ذكر سيمضون قدوما ويجرونه ليدخل عبر هذا الأنبوب كما ترون سيكون طاليقا بالكامل في الأنبوب وهذا لا يثير توتر التمساح بالقدر عينه لدى نقله إلى مكان آخر هذا يحميه من الشمس ويحميه من التدحرج ويحمي كل من يحيط به خلال عملية نقله من الأسهل بكثير أن نطلقه بهذا الشكل ما إن نطلقه إنه ثقيل عمل أنجز بإتقان جيد أمسكنا بتمساح وهناك آخر التمساح الكبير هو التالي؟ سننتقل إلى التمساح التالي لنفعل ذلك سنسعى وراء الجد تعالوا إلى هنا تعالوا معنا إلى هنا هيا هيا بسرعة نقوم بعمل جيد للمحافظة نستخرج تلك التمسيح ونعيدها إلى النهر حيث تنتمي لكي لا تقتل لا يعقل أن يكون الوضع أفضل إن هدف الرفاق التالي في بركة الأسماك هو تمساح أكبر حجما بعد دعونا لا نمزج بين الشبكتين إلى أين تريد أن أتراجع؟ تراجع إلى مسافة أبعد إلى هناك احترس بالكاد وصل انتبه انتبه يجب عليكم أن تنتبهوا كونوا حذرين للغاية إنه خطر انتبهوا 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 جميعاً انتبهوا على بعد عشر من الثانية من تعرض لإصابة فادحة حين سيحرر هذا التمساح فكيه من الشباك أدنى حركة خاطئة في الاتجاه الخطأ قد تكون كارثية بالنسبة إلي يلا الهول لا لا كلا كلا دعه هذا ما أسعى إليه سأدفع هذا إلى الأمام هذا الحيوان يفوق حجمه ما حسبناه قلت لك لم يكن تمساحاً صغيراً هيا بنا أسرع اسحبوا بقوة هيا هيا لنبدأ هيا اغفزوا اغفزوا علي لما اختبر التمسيح قط في مياهها وفي بيئتها بهذا الشكل السابق لست واثقاً من أنني أردت أن أفعل ولكن بعد أن فعلت أظن أنني سأعيد الكرة إن أول ما عليكم فعله هو مهاجمة عينيه وإقحام أصابعكم في عينيه وإن أردت من تعرف ما هو جنسه فأقحم إصبعكم في مكان آخر أجل إنه ذكر أجل هذا ذكر هل أنت متأكد؟ مايك هل هذه رائحة الذكور؟ استخدمت اليد الأخرى انتقد عمال أقسام وزارة البيئة طريقة في العمل يقولون أن هذا خطير